المثال التالي يوضح كيفية حساب معامل التواء البنات التالية تمثل توزيع 50 عامل حسب فئات الأجر اليوم بالريال والمطلوب رقم 1 حساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري رقم 2 حساب الوسيط والمنوال 3 دراسة تماثل أو التواء التوزيع رقم 1 حساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لحساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري نقوم بتكوين الجدول التالي للحصول على المجميع المطلوبة لحساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري كما هو واضح الجدول مكون من خمس أعمدة العمود الأول فئات الأجر العمود الثاني التكرارات F هو عدد العمال العمود الثالث مراكز الفئات واضحنا سابقا كيفية حساب مراكز الفئات العمود الرابع هو عبارة عن حاصل ضرب مركز الفئة في التكرار أي يمكن الحصول عليه بضرب قيم العمود الثالث في قيم العمود الثاني أي 3 في 15 أو 15 في 3 يساوي 45 وخمسة وعشرين في 6 يساوي 150 وكذا حتى نصل إلى المجموع سابقا كيفية حاصل ضرب مركز الفئات الأجر سابقا كيفية حاصل ضرب مركز الفئات الأجر قيم هذا العمود لنحصل على المجموع التالي ساميشن إكس تربية في F بعد ذلك نقوم بحساب الوسط الحسابي بالمعادلة X bar يساوي ساميشن إكس في F على ساميشن F حيث ساميشن F مجموع التكرارات يساوي 2,210 على مجموع التكرارات 50 أي أن الوسط الحسابي يساوي 44.2 ثم حساب الحراف المعياري بالمعادلة S يساوي ساميشن إكس تربية في F على ساميشن F نقص X bar تربية أي 109,250 على 50 نقص مربع الوسط الحسابي 44 تربية وبيجراء العملات الحسابية نحصل على قيمة انحراف المعياري 15.2 أي أن S يساوي 15.2 أو 21.100 رقم 2 حساب الوسيط والمنوال يمكن حساب الوسيط بالخطوات الآتية رقم 1 تكوين جدول تكراري متجمع صعيد كما هو واضح الجدول مكون من عمودين عمود الحدود العليا للفئات وعمود التكرار المتجمع الصعيد ثم نقوم بتحديد ترتيب الوسيط أو حساب ترتيب الوسيط لتحديد موقع الوسيط ترتيب الوسيط C1 يساوي Solution F مجموع التكرارات على 2 أي 50 على 2 يساوي 25 بعد ذلك نقوم بتحديد موقع الوسيط في الجدول السابق ثم حساب الوسيط بالمعادلة M يساوي L زائد C1 ناقص C2 على C3 ناقص C2 في I أي ترتيب الوسيط ناقص التكرار السابق على التكرار اللاحق ناقص التكرار السابق في طول الفئة بداية فئة الوسيط 40 زائد ترتيبه 25 ناقص التكرار السابق 19 على التكرار اللاحق 34 ناقص التكرار السابق 19 في طول الفئة 10 أي أن الوسيط يساوي 44 M يساوي 44 40 بعد ذلك نقوم بحساب المنوال بالخطوات الآتية لحساب المنوال نقوم أولا بتحديد فئة المنوال وهي الفئة المناظرة لأكبر تكرار في الجدول إذا رجعنا إلى الجدول السابق المعطى في بداية التمرين نجد أن أكبر تكرار هو القيمة أو التكرار 15 من خلاله نقوم بتحديد فئة المنوال وبالتالي فإن فئة المنوال من 40 إلى 50 وبالتالي بداية فئة المنوال اللي يساوي 40 ثم يجاد دي 1 وهو أكبر تكرار ناقص التكرار السابق أي 15 ناقص 10 يساوي 5 ساب دي 2 أكبر تكرار ناقص التكرار اللاحق ثم حساب طول الفئة وهو الفرق ما بين بداية الفئة ونهايتها أي أن طول الفئة يساوي 10 رقم 3 حساب المنوال بالمعادلة M يساوي L زائد دي 1 على دي 1 زائد 2 دي 2 أي يساوي 40 زائد 5 على 7 زائد 5 في 10 يساوي 44 و17 من 100 ريال أي أن المنوال المود يساوي 44 و17 من 100 ريال رقم 4 دراسة تماثل التوزيع بالمعادلات الآتية معامل التواء يساوي X بار ناقص مود على S أي الوسط الحسابي ناقص المنوال على الانحراف المعياري أي يساوي 44 و2 من 10 ناقص 44 17 من 100 على 15 21 من 100 وبالتالي فإن قيمة معامل التواء يساوي 2 في الالف أو يمكن حسابه بالمعادلة 3 3 X بار ناقص M على S أي 3 في الوسط الحسابي ناقص الوسط على الانحراف المعياري 3 في 44 2 من 10 ناقص 44 على 21 21 من 100 أي أن قيمة معامل التواء تساوي 4 في المية واضح بعد حساب معاملات التواء أن قيمة كل منهما مجابة وبالتالي فإن التوزيع ملتوي التواء مجاب جهة اليمين ملاحظات على معامل التواء بيرسون عادة ما نحصل على نتائج مختلفة لمعامل أي الالتواء وهذا لأن كل معامل يقيس الالتواء على أساس يخالف المعامل الآخر أو المعاملات الأخرى عند مقارنة الالتواء لتوزيعات مختلفة يجب استخدام نفس المعامل عند المقارنة حساب معامل التواء بولي بالخطوات الآتية حساب كل من Q1 وQ3 بالخطوات الآتية أولا تكوين جدول تكراري متجمع صاعد سبق تكوينه ثم تحديد تحديد ترتيب كل من Q1 وQ3 كمالي ترتيب Q1 أي ترتيب الربع الأول هو N على 4 أي مجموع التكرارات على 4 أي 50 على 4 يساعد 12 ونص وترتيب الربع الثالث 3 في N على 4 أي 3 في مجموع التكرارات على 4 أي 3 في 50 على 4 يساوي 37.5 ثم نذهب إلى الجدول التكراري المتجمع الصاعد لتحديد موقع كل من الربيع الأول والربيع الثالث وتحديد فئة كل منهما والتكرار السابق والتكرار اللاحق ثم بعد ذلك نقوم بحساب الربيع الأول بالمعادلة Q1 يساوي بداية فئة 30 زائد ترتيب 12.5 ناقص التكرار المتجمع السابق 9 على التكرار المتجمع اللاحق 19 ناقص التكرار المتجمع السابق 9 في طول الفئة 10 يساوي 33 و 5 من 10 أي Q1 يساوي 33 و 5 من 10 حساب حساب الربيع السابق بالمعادلة Q3 يساوي بداية فئة 50 زائد ترتيب 37.5 ناقص التكرار المتجمع السابق 34 على التكرار المتجمع اللاحق 42 ناقص التكرار المتجمع السابق 34 في طول الفئة 10 يساوي 54 و 375 من الف أي Q3 يساوي 54 و 375 من الف ثم بعد ذلك نقوم بحساب معامل التواء كله بالمعادلة SKB يساوي Q3 الربيع السالس ناقص 2M 2 في الوسيط زائد Q1 الربيع الأول على Q3 الربيع السالس ناقص Q1 الربيع الأول أي يساوي الربيع السالس 54 و 375 من الف ناقص 2 في الوسيط 44 زائد 3 و 5 من 10 على 54 و 395 من الف ناقص 33 و 5 من 10 أي يساوي سالب 5 من الف وبالتالي هذه القيمة سالبة ولذلك نقول أن التوزيع ملتوي التواء سالب جهة اليسار ترجمة ملتو